نحب نجيب الرحاني طبعاً طبعاً كلنا بنحبه ونحب الذكرى ونحب نتفرج عليه وحبينا لما حضرتك أحييته مرة تانية رافض رافض طبعاً السؤال بتاعك عارفه رافض رافض ليه؟ رافض ليه؟ رافض فكرة إعادة إحياء تاريخ الفنانين أو حيات الفنانين صح ولا أنا غلطاً؟ اوعي اوعي تقولي لا جزء منه بس أنا كنت هكلمك برضو عن المسلسل التعامل تقول عن قصة نجيب الرحاني طيب ما بقولك هو ده السؤال رافضه بصي أنا عن نفسي اتعرض علي قصة حياة نجيب الرحاني في المسلسل ورفضت ده كان بعد لعبة ست مش شرط إني أمثل للرحاني إنه نعمل حياته ده واحد نمرة اثنين نجيب الرحاني 90% من حياته فن والعشر في المية أحداث حياتية ها ازاي كل الأجيال اللي موجودة ها؟ شافت أفلام الرحاني كل أفلام الرحاني تشافت واتحفظت انت هتعمل لي مسلسل اشوف حياة الرحاني الفنية بيعمل ايه في الاعمال مش بيحتاجها لان الاعمال موجودة هتعمل لي حياته تجوز مين وطلق مين والمعاناة واتفقر وكده ده بيشوه لصورة هذا الفنان اللي مش عايز اعرف عنه حاجة غير الاعمال كنت اقول للممثلين زي ما وصان يوسف وهبي وانا صغير في المعهد اقول لي يا بني الممثل خلص الدور ويجري بهدومه فهو طلع مليونير في المصرحية يبقى شحات معافة يعني وبيطلع قدام الجمهور كاثر الاهم عند المشاهد تعلمت دي منه انا عندي الممثلين بقالي خمس ثلاثة وخمسين سنة الممثلين يعرفوا ان بعد اصدال الستارة بعد التحية بيغيروا هدومهم وانا تقابل منذ تربع ساعة اتطمن ان الجمهور ماشي خالص انما عشان تنزل تتمز عشان يشاوروا عليك وشايفك راجل فقير في المصرحية وانت عمل تركب احدث عربية انت بتكسر باهام فانا ضد بصي احمد زكي هذا الممثل العظيم عمل عبد المصر وعمل السادات وفق فيهم الى درجة كبيرة وحليم آسف ده اللي اتخدع فيه وتجر فيه اتخدع فيه وتجر فيه في عز مرضه هو فيزيكالي ما هواش عبد الحليم روحا ما هواش عبد الحليم لونا ما هواش عبد الحليم نمرى عشرة بقى لغاية عشرة يعني عبد الحليم حافظ مفيش في حياته الا شغله وفنه بس مفيش مفيش كلام اللي بيقولوه هل تجوز حسن يو لم تجوزاش ده كلام بتاع الفيسبوك يعني